طيب هنروح لخبر تاني انتوا عارفين طبعا في اتحاد الراجبي اتحاد المصر للراجبي دي لعبة جديدة طبعا داخلت مصر بس على فكرة اللعبة دي بدأت تنتشر وزا ما احنا عارفين الراجبي ده من اللعبات الشعبية سواء في امريكا سواء الامريكان فوتبول يمكن قواعده ولبسه مختلفين شوية الراجبي طبعا منتشر جدا في انجلترا وفي جنوب افريقيا دول كتير جدا عندها لعبة منتشرة الاستاذ قيص الظلعي رئيس الاتحادين العرب والاسياء وجي زيارة لمقر اللجنة اللعبية اذا ما حضركم شايفين كان في زيارة وقاب المهندس شام حطب وطبعا كان في استضافته رئيس الاتحاد الاستاذ حسام صاحب والنائب طبعا المهندس حسن خالد طبعا رئيس ونائب الاتحاد المصري للراجبي وزاره المتحى في الاولمبي وشافوا طبعا المقتنيات وشافوا تاريخ مصر الطويل في الاولمبيات وفي نهاية الزيارة اهدى المهندس شريف عريان لضيف مصر درع اللجنة اللعبية المصرية ونقشوا تطوير اللعبة في مصر فترة جاية الحاجات الزغيرة دي بتفرق قوي يعني الحاجات الزغيرة والزيارات المتبادلة وتقديم الدروع صدقوني بتفرق كتير جدا في الرياضة والرياضيين وتقارب الشعوب مع بعض فالموضوع ده كان مهم جدا والحقيقة حبينا نقوله لأن الرجبي بدأ ينتشر في مصر اشتركوا في القناة